السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده انا الخوت لبس عليكم. كنت من النار بداية من تكونوا في تمس حول عفية. عارف راسي غبرت عليكم بزاف وتوحشكم بزاف. وفغيمه. انتم معارفين رمضان والصهير والوقت كي تخربق لك. وما كتقدر يعني تحاول تلقى واحد الوقت اللي تقدر تنظم فيه يعني الفيديوهات ديالك او لا تصور او لا تمون. طيب آسف مرة اخرى. ان شاء الله جين المواضيع آآ كونوا في الموعد ان شاء الله في القناة آآ آآ احمد جبرو. إلا كانت هذه اول زركة في القناة فاني احمد جبرو ساني محتوى. كنت من آآ تبطت تابعنا معنا فلاشين وتفعل خاصية الجرس باش توصل باي جدي. موضوع الحلقة بناء ان على بزاف ديالاسئلة جوني خصوصا على واحد الموضوع اللي ولا موضوع ما عرفتش علاج صراحة آآ الناس كتسول فيه بزاف. معلم انه واضح وبين ولكن ان شاء الله في هذا الفيديو غنزيت نوضح اكتر هاد مسألة وهي مسألة مسألة ديال الهاتف التابع عند التصالة مغرب فورت الشراككة في الاليف البصرية. بالنسبة عزيز المشاهد كان بزاف ديالاسئلة غادي نقولهم لكم دابة وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نجاوب عليهم. بالنسبة للسؤال الاول وسؤال اللي كي جيني بزاف هو هاي هاد الفيكس اللي كتعطينا التصالة مغرب يعني مع مع الشراك ديالاليف البصرية. واش الفيكس فابور? يعني هادك الهاتف تابت اللي كنجي انا كنحطه في الدار واش تصارت مغرب يعني فور للشرك ديلي في الاليف البصري ديلي 500 درم ميجا واش تصارت مغرب كتعطيني ااه الفيكس بحكم انني عندي عشرة تسوي يعني عندي عشرة تسوي مكالمة دونك تصارت مغرب اتعطيني الفيكس وهدي معلومة خاطئة عزيز المشاهد تصارت مغرب ما كتعطكك الفيكس نهائي الفيكس انت اللي كتشريه تصارت مغرب كتعطك فقط الفيبر اوبتيك وانت معلك الى تشري الفيكس. هذه من جهة. ومن جهة اخرى. وماذا الفيكس كنشريه? وكنجيبه الدار نكونيكتيه مع الكابل ديال الفون. وماذا مباشرة غير كنركب كنجبد الفيكس وكمدنعيات. العزيز المشاهد بزاف ديالاصدقاء منه وحتى صديق ديالي اللي مؤخرا كشك نهدر مع هذه مسألة هذه. عنده المشكل ديال المكالمات يعني وخشل الفيكس خدمه ولكن الخط منطلق. ما عليك سوى التصال بالرقم ديال او الى مية وخمسطاش ولكن بين قوصان مية واربع ورسان هو فقط من الناس اللي عندهم الاليه البصرية. تصل بمية ورسان وقل لي انا انا ادخل الفيكس را صراحة ما كانش عندي يعني الهاتف تابيش. بغيتش تطلقو لي اهني الخط لالين يعني المكالمات. المكالمات كالتالي. عندك عشرة تسواية عزيزي مشاهد. عشرة تسواية مجموعة المكالمات. جوز سواية منهم انترنرسيونا. انه يجو سواية ولا تست Gymراء به عنه خارج أرض الوطني. يجو سواية وتمانية سواية بهم في المغرب. وممكن انك هذوك عشرة تسواية كاملة. تستفيد منهو هنا في المغرب. تع médvme عن والفيكس لبورتافل. من الفيكس لبورتابل. من الفيكس لبورتافل. ما كتنقصوش لك تصواية. من الفيكس للم거든요.enez في بتصواية اللي هي عشرة تسواية. واحد السؤال الآخر الذي قدرت أن تطرح لك بالك وماذا هذه المكالمات التي حصل عليها في الشراك الأليف البصرية؟ وماذا المكالمات تفابع؟ ولكن خلص عليها مع الشراك لا عزيزي المشاهد، أنت تخلص لا فيبر، أنت تخلص الانترنت فقط 500 درام كانت تفضل لانترنت، ولكن السواع اللي هم عشرة السواع فابع من عندك سارة المغرب، يعني أنك تعطيهم لك غراتوي، لا تخلص عليهم شريع بالإضافة إلى هذا، كان واحد السؤال يعني تقدر تواجه أنا لا أشعر هذه المشكلة شخصياً فلهذا أنا سأطرح لك وإذا كان لديك مشكلة، ستعرف الحل وماذا لديك حق أنك تطلب تعويض في حالة تقطع لالين، يعني الخط للهاتف تابت، ليس الانترنت الانترنت خدام عندك تقطع لك الخط، يعني ما بقيت كيف تقدر تهدر، بدوك عشرة السواعية دات السمانة، جوج ثلاثة، بغيت يتعويض وماذا لديك حق في التعويض؟ لا عزيزي المشاهد، لا لديك حق في التعويض لأن الانترنت الليساني مع التصالة المغرب فيها الهاتف تابت بالمجان، يعني فري، فابو، لا تستطيع التعويض لي، هو فابو أصلاً من عند التصالة، بحالة تقول بالتصالة المغرب سأعطيك هذا الفورفي عشرة السواعية بالمجان يعني ستستفد منه لطالما عندك الألية البصرية، فمشي دابل هلان لذلك لا لديك حق نهائياً تركلامي ولو تركلامي، لا تستطيع التعويض لأن شخصية تركلامي وتلقي تصدمة بالنسبة للخط ممكن تركلامي أنهم يصابوا لطالما ويقعدوا لهاتف التابت ولكن هذا السمانة، جوج ثلاثة هما ما زمانا، لا تستطيع التابع والحل الوحيد هو أنك تصنع حتى يصابوا لطالما وهذه طبعاً نقطة سوداء عند الفيبر أوبتيك وقبل أن ننسى عزيزي المشاهد يعني بين قوسين هذه معلومة بين قوسين بنسبة الناس الذين لديهم الفيكس وسلاتهم عشرة تسوية كيف نقدر نعبه أو كيف نقدر نشارجه وكيف نقدر نستفد من فيديليو ممكن أن يكونوا ننساء فيديليو فيديليو عندنا في الورقة التي تأتيك تأتيك أحد الورقة في هذه الوحيدة التي لديك فيديليو هذه الوحيدة ممكن تحولهم السوية ممكن تحولهم السوية في الفيكس وتسافد ومسألة أنك تسافد منهم هي التي تمرد هي التي تقوم بها تقوم بها فيديليو وتقول لهم بأنني أريد أن أحاول نقاط فيديليو مهم النقاط تحولهم السوية وتعود ترجع للدار لكي تأتيك الساعة الحاجة السلبية في هذه القضية هو أنك تقوم بها فيديليو وتطلبهم أن يحاولوا نقاط فيديليو المكالمات وطبعا هناك شيء قليل المثالي لكي يمشي عن تسارة مغرب يقدر يمشي شارجي ويمشي عند وكالة تسارة مغرب حتى الآن عزيزي المشاهدة نكونوا سنينينا الفيديو ولل عندكم أي سؤال أي استفسار في قضية الفيكس وفي قضية الهادف تسارة مغرب خلي لي سؤال في قناة التعليقات وإن شاء الله سأجي جاوبك لا تنسى الاشتراك في القناة وما تنسى الاشتراك في القناة مرحبا بكم ألف مرحبا أما الآن أضرب لكم موعدا في فيديو قاتم إن شاء الله وحبكم في الله دائما وأبدا والسلام اشتركوا في القناة